السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هاد نهار شعر الله غدي نتكلمو على واحد الموضوع ديال الحمل الكاذب عند انثى الارانيو كما كتعرفو شحال مواحد كي يكون متشغف يعني باش الارانيب ديالو يولدولو يكون انتاج الا كي تصادف بواحد الحالة في الحقيقة غريبة هي مشغي عند الحيوانات بشكل عمومي مشغي عند الارانيب ممكن انها تكون عند حيوانات اخرين هاد الحالة وهي الحمل الكاذب الحمل الكاذب سمو كيوقع كيوقع ان الارانيب كتلقح عادي نورمال كتزاوج صافي كنزاوجوها كنقولو صافي راها هلا دات يعني التاريخ فوقاش غادي تولي الضرجة انها كتنتفقع يعني مشي كتنفق كرشها يعني باش يكون هنا كاجنة ولكن كتنتف احنا كنقولو كتنتف وما كتولدش يعني المربك يبقى حاير يعني عشنو غادي يدير واش غادي يكمل معاها واش يعني راها خاصو يستعمل ليبرا باش يتخلص لانك يكون فات الفوت فات الوقت ديال الولادة دياله بثلاتة وثلاتين يوم او بربعه وثلاتين صافي كيقولو ها دي راها الاجنة راها ماتحجره فيها او راكين شغاله على الناس اللي كيتتعملوا بالعقل وبالحساب اسمه كيوقا كتكون هي يعني نتفت وهي حمل كاذب يعني هي والفت انها تولد يعني هذه الحمل الكاذب غالبا ما كيكونش في اول مرة يعني اول الولادة للانثة التجار بالانثةниية يعني كاكتكون والده فيتا والده بنكي تقول في في الولادة كانت تعودها كتظيع constitav لها من 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 الشهر الشهر ستكوني حامله هي وهي越خاد تلقي فانكن التلقيه يعني لي كي تلقي مثلي شجي كتت تنظم رازة ان أنها غادي تولد. من كتوصل لوقيتها ديال الولادة ديالها تصافي خصها تنتف. من كتنتف المربك يوقاف حيرة واش راها يعني غادي تولد ولا راها بقول أجينة في البطن ديالها وممكن أنها هاد شي يتسبب في الخسارة ديالها والموت ديالها. يعني الحل ديال هاد المشكل هاد وهو كالتالي خص عملية الجس. ضروري عملية الجس. أن الحمل الكاذب راها ماشي هي رماتهم مثلا كان نفكر شها ورماتهم وعادة كان حمل كاذب. لا هي راها ما كانش فيها قاع وإحنا يخلينها قلنا بلا راها حاملة وانتفت وما ولدش. كتبقى لا 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 يعني مربي حائر ما بين يعني أمر راين يعني كيقول واش راها يعني خسنين نديلها شي برا ولا كي معوتكم في مواضيع سابقة واش نديلها الشيح. كيلي كيبغي ديالها الشيح باش نزل ذلك الشي يعني باش نزل هادك الاجينة اللي يفكر شها لي النفات الوقص ديال الحمل ديالها. كيبقى حايا. الحيرة كيفاش كالدواء وهو خسنين تعلموا عملية الجس. عملية الجس خسنين ما يكونش يعني أي واحد يديرها خس يعني تدريب. علم راسك ممكن أنك تشد واحد نفاخة فاخة ديال اللي ينفخوها وتدير فيها مثلا واحد جوج عقيقات وجبيات جوج حمصات ومثالين وتعمرها شوية بالماء. وطبقى تدريب راسك راسك. نا باش تقول باش تعرف بدينا كينا هناك حمل حقيقي. خسك تدريب راسك على عملية الجس. كانت القادية ديال جسمه منافعاش ممكن أنه كم توزنوا. يعني الأرنب. ما حدو. يعني الأونثى ديال الأرنب ما حده وياكت زاد في الوزن. يعني أنتكت تعطيها نفس الكيميه ديال الماكلة ميمكنش أنها بنفس الكيميه ديال الماكلة وغادي غادي تولي فيها مثلا. آآآ سكيلوا لا ميمكنش يعني راك أن كان شي حاجه في 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 البطن ديالها لزيده لها للوزن. منين شوفوا القضية هكا قولوا متأكدين أنه راه تفكيتوا من الموضوع ديال الحمل الكاذب حمل الكاذب يعني خسكم تتعاملوا معه ببساطة عادي أنه هي تعودت أنها تولد منين جاءتوا لقيتها ديال الولادة ديالها ما مشدتش التلقيح مشدش كتنتف رأسها باللي راه هكا كتبية باللي راه غادي تولد وما كتولدش صافي عادي ماشي مشكي تقبلوا هاد القادية وعطيها عاو تنية الذاكرة مرة أخرى وحاولوا أنكم العمارية ديال الجس عفوا العمارية ديال التزاوج تكون صحيحة إني منين تلقح حاولوا أنكم تهزولها رجليها شوية الفوقر إني بدرت واحد الفيديو بهذه الطريقة يعني باش ديك السائل المناوي ما ينزلش مثلا هي تبول أعزاكم الله يعني لم شا تتبولت غادي هذك الشي ما غاديش يبقى لها في كرشة وغادي تسمى في اللي كين هناك حمل كاذب إذا موضوع ديالنا كنظن أنه حصري أول مرة غاديدار في القنوات كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم تكيو على الناس اللي ما زل ما شاركوش معنا شاركو معنا ما تنسونش بالدعم ديالكم تكيو على زرجان ومرحبا بالتعاليق الطيبة ديالكم كنشكركم بزاف وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله